موسيقى نمسي عليكم بالخير أعزائي المشاهدين الأجواء الحالية أجواء معتدي لو تصل درجات الحرارة في معظم المناطق البرية ما بين العشرين إلى الخمسة وعشرين درجة مئوية مع رياح شمالية شرقية نشطة على فترات قد تصل سرعة الرياح حتى نهاية هذا اليوم إلى أكثر من خمسين كيلومتر في الساعة قد تثير بعض الغبار على بعض المناطق وأيضا مصحبة بفرص لأمطار خفيفة متفرقة قد تكون رعدية على بعض المناطق وقد تتسبب أيضا بتراجع وتدني في مدى الرؤية الأفقية وارتفاع في الأمواج قد يزيد عن الستة أقدام لذلك نتمنى منكم أخذ الحيطة والحذر حتى نهاية هذا اليوم وإذن الله في يوم الغد ستبدأ الأجواء تتحسن تدريجيا أما بالنسبة لأجواءنا الحالية في مدينة الكويت أجواء لا زالت غائمة جزئيا مع رياح حاليا شمالية سرعتها 20 كيلومتر في الساعة درجة الحرارة حاليا 25 درجة مئوية الرطوبة النسبية نوعا ما مرتفعة إلى 53% أما الرؤية الأفقية ممتازة تتجاوز 10 كيلومتر الأجواء المتوقعة خلال منتصف هذه الليل أجواء ستستمر مع أن ما إلى الحرارة إلا معتدلة ومتوقع تدفاوض درجات الحرارة بشكل عام ما بين 23 إلى 25 درجة مئوية في معظم المناطق البرية أيضا أجواء غائمة إلى غائمة جزئيا مع استمرار فرص الأمطار المتفرقة التي قد تكون رعدية على بعض المناطق هوا رح يكون شمالي شرقي إلى متقلب الاتجاه نشط على فترات 10 إلى 42 كيلومتر في الساعة لذلك ارتفاع الأمواج أيضا وارد خلال هذه الليلة قد يصل ما بين 2 إلى 6 أقدام يوم الغد أجواء رح ترجع معنا بإذن الله مشمسة بشكل عام مع تحول في اتجاه رياح رياح شمالية غربية رح تكون خفيفة إلى معتدلة سرعة قد تصل سرعة رياح ما بين 6 إلى 28 كيلومتر في الساعة أجواء تميل إلى الحرارة ورح تكون بإذن الله لطيفة ومتوقع تتفاوض درجات الحرارة بشكل عام ما بين 34 إلى 36 درجة مئوية مع استمرار الرياح الشمالية الغربية بالتأكيد رح تكون درجات الحرارة المحسوسة أقل من المعدلات المسجلة البحر خلال يوم الغد رح يكون خفيف إلى معتدل الموج قد يصل الارتفاع الموج ما بين 1 إلى 3 أقدام خلال فترة النهر أما مساء المتوقع يصل الارتفاع الموج ما بين 1 إلى 4 أقدام وباتشر بإذن الله رح يكون نهاية فترات الفساد التي تكون فيها ثائرات الماء ضعيفة المواقع بإذن الله حسب التوقيت المحلي لمدينة الكويت موعد أذان الفير ساعة 34 36 شروق الشمس الساعة 5 و 56 أما موعد أذان المغرب الساعة 5 و 7 دقائق ما التقص المتوقع في مدينة الكويت خلال الأيام الخمسة المقبلة الأيام الثلاثة المقبلة أو تحديدا خلال أطلة نهاية الأسبوع أجواء رح تكون لطيفة بفعل استمرار الرياح الشمالية الغربية اللي رح تكون خفيفة إلى معتدلة السرعة سما صافية بشكل عام وخالية من السحب أجواء تميل إلى الحرارة خلال فترة النهار قد تصل العظمى ما بين 33 إلى 35 أما الصغرى المتوقعة رح تتفاوت ما بين 24 إلى 26 درجة مئوية ومثل ما ذكرنا مع استمرار الرياح الشمالية الغربية رح تكون درجات الحرارة المحسوسة أقل من المعدلات المسجلة الهوى الشمالي الغربي رح يستمر معنا حتى بداية يوم الأحد من بعدها رح نلاحظ تحول تدريجي في اتجاه الرياح إلى رياح جنوبية شرقية ومعها رح تكون عودة للأجواء الرطبة خاصة على المناطق الساحلية وداخل البحر وأيضا رح نلاحظ تكاثر السحب تدريجيا وعودة للأجواء الغائمة إلى الغائمة جزئيا والتي رح تستمر معنا أيضا خلال يوم الأثنين رح تستمر الأجواء الماء إلى الحرارة خلال فترة النهار قد تصل العظمى ما بين 32 إلى 33 أما الصغرى المتوقعة رح تصل إلى 24 درجة مئوية أعزاء المشاهدين إلى هنا تندي جولتنا الجوية وعودة للجانب الآخر من الاستيديو لاستكمال ما تبقى من النشرة ترجمة نانسي قنقر